اهلا بيك صاحبي في فيديو جديد في الفيديو ده معلم هشرح لك على الطريقة او طبعا عندك فرصة ان انت تكسب شدات بابجي مجانا وكمان صاحبي هشرح لك على الباكيجات والاحداث اللي نزلت معنا جديدة داخل اللعبة فيلا بينا على طول كده معلم نبدأ في الفيديو بس اب لما نبدأ يا ريت طبعا تنزل تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة واهم حاجة صلى عن نبع عليها افضل الصلاة والسلام وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو اول حاجة كده طبعا معلم لو دخلت هنا على الشوب فنزل معك طبعا صاحبي هنا الخوزة دي الخوزة الزهبية دي طبعا وزي ما انت شايف كده صاحبي يعني عليها رسل اسد كده من وراء او رسمة اسد كده على الخوزة من وراء والخوزة طبعا صاحبي بالشكل الزهبي كده زي ما انت شايف وده طبعا المستوى 2 وده طبعا كده صاحبي المستوى الاول دي طبعا ب24 عملك كريستال لو حابب طبعا ان انت تشتريها وبالنسبة طبعا صاحبي للباكيجات فنزل معاك معلم سندول حظ ده عندك هنا اربع قطع مسيك وسكن الاوزي وسكن الفيكتور دول وطبعا صاحبي نزل معاك هنا كمان سكن العربية اللي انت شايفه ده العربية طبعا عليها لسان كده من قدام لما بتطورها طبعا صاحبي اللي سكنت ده انت بتطوره زي كده وزي ما انت شايف كده بيطلع لسان يعني من العربية من قدام زي ما انت شايف كده وكمان صاحبي العربية بعد ما اتطورها بتكون معاك كل ميسج كده زي ما انت شايف ولكن طبعا هنا مفيش اي قطع ميسج في الباكيج ده ولا اي حاجة ولا سلاح بيتطور هي بس العربية اللي معاك دي بتطور وطبعا بتطورها الليفو الاربعة يعني ده الشكل الاساسي وده طبعا كده الشكل الماكس يعني او المستوى الرابع وده طبعا صاحب اهوك الميسج لو انت طبعا حابب ان انت تفتح على العربية دي ونزل طبعا صاحب معاك النهاردة برضو باكيج اليومبي اللي عندك ده هنا طبعا معلم اليومبي ده بيتطور وكمان معاك هنا قطعتين مسك زي ما انت شايف كده ده طبعا كده المستوى الماكس من اليومبي وده طبعا معلم الكلمسج يعني زي ما انت شايف كده ده الماكس من السلاح وكمان صاحب ده الكلمسج ده كده طبعا معلم بالنسبة للباكيجات اللي نزلت معنا جديدة وبالنسبة للاحداث وكده فطبعا صاحبي مفيش اي حدث جديد نزل معانا ولا اي حاجة تقريبا يعني كل حاجة احنا شرحنها هو بس موسم الترفيه ده كمان اللي نزل وعندك هنا طبعا عنده بتستفاد منه بقسائم القسائم دي بتعمل لك خص لما انت بتيجي تفتح باكيجات وكده يلا بينا بعد كده صاحبي على اخر حاجة في الفيديو الطريقة او الفرصة اللي انت طبعا زي امرتلك عندك فرصة ان انت تكسب شدات مجان اول حاجة طبعا صاحبي دي مسابقة باب جومبيل عملها طبعا على الانستا وطبعا صديقه عندك هنا كده زي ما انت شايف ركز معي عشان تعرف انت هتعمل اي في المسابقة دي انت طبعا عندك 6 بس هكسبه من المسابقة دي المركز الاول هيكسب 6000 شدة المركز الثاني 3000 شدة المركز الثالث 1500 شدة والمركز الرابع والخامس والسادس كل واحد طبعا هيكسب 300 شدة فقط طيب يا صاحبي هتعمل ايه طبعا عشان تشارك في المسابقة دي عندك هنا طبعا كده رقم واحد او اول حاجة انت هتعملها بقول لك التقط اللحظة التي تمر بها على جميع منافس كنتاكي في اللعبة في خريطة ايرنجل ومرامار وليفيك ونوسا يعني ايه يعني طبعا صاحبي زي ما انت عارف في خريطة نوسا وخريطة مرامار وخريطة ايرنجل عندك طبعا في الاربع خرائط دول اللي هو المطعم بتاع كنتاكي اللي تضف معنا فكل اللي عليك صاحبي ان انت هتخش المطعم بتاع كنتاكي داخل اللعبة عادي خالص في الاربع خريط وتاخذ طبعا لقية شاشة او سكرين شوت زي ما انت شايف كده هو موضح عميمك في الصورة تاخد سكرين شوت زي كده اللي هو يعني هتوقف كده برا قدام المطعم وتروح طبعا صاحبي واخد سكرين شوت او لقية شاشة يعني وبس كده صاحبي هتاخد لقية شاشة في الاربع خرائط في مطعم كنتاكي ده وبعد كده امعلم اللقطات دي هتجمعها في فيديو واحد كده اقل من دقيقة او 30 ثانية مثلا وتنزل طبعا صاحب الفيديو ده على صفحتك على التيك توك لو ما عندكش صفحة فاعمل صفحة جديدة عادي خالص وبس طبعا معلم مش لازم يكون عندك متابعين ولا اي حاجة صفحة التيك توك عادي خالص ونزل طبعا صاحب الفيديو القصير يعني اللي انت صورته ده او اللي انت جمعت في اللقطات وبس كده امعلم لازم طبعا اول ما تنشر الفيديو تحط الهاشتاج او الهاشتاجين اللي عندك دول اللي هم طبعا صاحب الهاشتاجين اللي امامك دول ولو انت طبعا مش هتعرف يعني ازاي تنسخ الهاشتاج ده او كده فاسيب لك الهاشتاجين دول في قناة التليجرام والرابط طبعا هيكون في اول تعليق دوسع الرابط هتروح على طول على جروب التليجرام هكون طبعا صاحب يسيب لك الهاشتاجين دول عشان طبعا تنسخهم وبس كده امعلم هي دي المسابقة زي مرتلك كده حاجة سهلة خالص هتاخد سكرينشوت في الاربع خرائط عند مطعم كنتاجي بس كده امعلم وهتنزل فيديو على تيك توك وطبعا ستة صاحب اللي يكسبه زي مرتلك وطبعا المسابقة شغلة معك من يوم 18 عشرة اللي هو تقريبا قبل يومين او قبل تلت ايام لغاية 25 عشرة يعني برضو لسه معاك اربع ايام او تلت ايام او يومين يعني على وقت ما تشوف الفيديو من تاريخ نشر الفيديو ده لسه 3 ايام ونص او 3 ايام كده وبس كده طبعا صاحبي بعد ما تنزل الفيديو فزي مرتلك طبعا هم هيشوفوا كل الفيديوهات اللي حطين الهاشتاج اللي مرتلك عليها سبولك في قناة التليجرام لازم طبعا وانت بتنزل الفيديو تحط الهاشتاج ده والفيديو طبعا يكون 10 ثواني 15 ثانية 30 ثانية عادي خالص طبعا صاحبي بس كده معلم ده فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبك لو الفيديو عجبك طبعا صاحبي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة وبس كده معلم شارك كده كده مش هتخسر اي حاجة وانت وحظك لو حظك حلو فهتكسب حظك مش حلو فمش هتكسب فعادي برضو فيه مسابقات جاية كتير بس كده طبعا صاحبي اشوفك في فيديو جديد وسلام اشتركوا في القناة